أول خبر اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت كان طبعا خبر حزين موفجع جدا وده بسبب رحيل المخرج والفنان الشاب أحمد سامي العد واللي توفى يوم السبت اللي فات بشكل مفاجئ وده بسبب تجلطات في الرئة ومشاكل في القلب وده بسبب إصابته من فترة بكورونا والوفاة حصلت طبعا بشكل مفاجئ الخبر أصاب عدد كبير من الجمهور على السوشال ميديا بالصدمة وخصوصا أن وفاة أحمد كانت بنفس الطريقة تقريبا اللي توفى بيها والده الفنان سامي العد سنة 2015 بسبب مشاكل في القلب وكان من أكثر المشاهد اللي تعطفت معها السوشال ميديا هي حالة الانهيار اللي كانت فيها والدته الفنانة مجدا نور الدين وطبعا بنتمنى الرحمة للفنان الراحل وبندعي أن ربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان